حياكم الأصدقاء وإياكم الناس لا تنسى الصلاة على النبي أهم أخبار منتخب العراقي وانتقال لاعبين العراق إلى أوروبا ودور روشن سعودي خلينا لايك واشتراك تابعوا إياي أتمنى منكم مشاركة الفيديو بحسب الصحفي محمد القاعودي يقول الجناح العراق الدول يوسف أمين 20 عام يوقع نادي الوحد السعودي سبق له اللعب في ناشئي بروسي دورتموند ونادي فكتوريا كول ونادي انتراكت برانشفايغ بألمانيا هل أنتم مع يوسف الأمين باللعب بدور روشن السعودي ضد كريستيانو رونالدو؟ تصريح يوسف الأمين يقول أنا بأتم الجاهزية لأولمبياد باريس لدي الخبرة للعب في أوروبا ماما منتخبات مثل أوكرانيا والأرجنتين والمغرب كون الأجواء متشابهة بين ألمانيا وفرنسا استعداداتي للموسم الجديد بدأت قبل أسبوعين لم أرتاح سوى أسبوع واحد هذا الموسم لم أجلس معنا أي نادي حتى الآن والأولمبياد فرصة لكل لاعب لتسويق نفسه فخور بكون لعبت كأس عالم للشباب ولانسا أشارك في الأولمبياد وقادمنا سيكون المونديال كأس العالم إن شاء الله احتمال يكون الموقع بس ما يقول هسه كم تقيم انتقال يوسف الأمين من عشر إلى دور روشن السعودي زيدان إقبال شارك بدلا طيلا الدقائق الشوط الثاني وساهم بالهدف الرابع لفريق هو أطريقة الهولندا الذي حقق فوزا على ريان القطري برباعية في مبارات ودية تحظيرا للموسم الجديد منتخبنا الأولمبي العراقي يجري اليوم الخميس الوحدة تدريبية قبل الأخيرة في معسكره التحضيري في مدينة بيارتز الاستعداد للدخول في غمار مسابقة كرة القدم بدورة للاعب الأولمبياد في باريس ومواجهة منتخبات أوكرانيا والأرجنتين والمغرب نادي هايدوك سيبلت الكرواتي يرغب بضم اللاعب العراقي أحمد حسن مكنزي 22 عام حيث سيتم مراقبة اللاعب وتقييمه في الأولمبياد قبل التعاقد معه المصدر موقع سبورت اندستيري الكرواتي مدرب نادي هايدوك الكرواتي هو الإيطالي جينارو وغاتوزو كل التوفيق للظاهر للعراقي أحمد مكنزي منتظر ماجد ينتقل لنادي هرنيفين الهولندي متبقي فقط الموافق على قيمة الانتقال والإعلان الرسمي وفقا لصحيفة هولندية وفقا لصحيفة الشرق المصرية مدرب الأهل المصري السويسي المارسي الكولر طلب اللاعب العراقي الظاهر ليسر ميرخاز دوسكي بالاسم من أجل التعاقد معه ضمن صفوف النادي الأهلي كم تقيمون هذه الصفقة من عشرة لو تمت في الدور المصري أمين ساكمان وكيل أعمال ميرخاز دوسكي يقول اللاعب منفتح بشكل كبير طبعا للعب في مصر والذي سيكون أمر جيد بالنسبة له برأيك الأفضل لميرخاز الانتقال للأهلي أم الاستمرار في الدورة تشيك مع سلوفاتسكو اكتبونا رأكو يوم أمس رئيس وفد المنتخب دولم بالعراقي غانم العرابي قام بعمل بث لمباراة العراق ومصر في صفحته الشخصية برضغم من أنها مغلقة إعلاميا وجمهوريا بطلب من الكادر التدريبي ما رأيكم بهذا الفعل؟ بعد صنيف العراق من شان عندنا منتخب يقولون آخر الناس باسيا مركز 15 و 119 عالميا نحن الآن زمن كأساس ودرجال 55 عالميا بحسب المصادر علي جاسم سيوقع مع نادي كومو الإيطالي في مدينة ليون الفرنسية يوم الاثنين المقبل بعد تعذر اللاعب من السفر إلى إيطاليا لكون تأشير الجوازه وتقرأ فرنسا مدرب منتخب من الوطن العراق السابق في 2007 وصاحب الإنجاز لكأساسه يقترب من تدريب نادي نوروز في دور نجوم العراق أيمن يحسين عبر الانستجرام يقول حان الوقت لتوديع القوة الجوية ليست النهاية التي كنت أطمح لها ولكن هذا حال كرة القدم شكرا للجماهير على الدعم والمساند طوال الموسم شكرا لزملاء اللاعبين والإدارين والجهاز الفني بيكمله سابقا مساند ومتابعا للصقور بعد التعاقد مع مهند علي نادي تراكتور الإيراني يدخل بمفاوضات للتعاقد مع الدول العراقي بشار رسن نادي تراكتور الإيراني يفسخ تعاقده مع العراق صفاء هادي وبحسب مصادر مفاوضات بين الزوراء وصفاء هادي إدارة الزوراء برئاسة فلا حسن تبرم أولى صفقاتها للموسم المقبل وذلك بالتعاقد مع مهاجم الحدود المهاجم إبراهيم غازي الذي سجل 11 هدف بيروباميانج يوقع كلعبا جديدا في القادسية من مارسيل الفرنسي أيضا نارتشو لاعب ريال مادريد وقع على القادسية